زي ما بنتابع فرقنا وكوادرنا وابطالنا الرياضيين بنتابع كوادرنا ايضا الاداريين عبد المالي عبد الحسين يفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح وده ارفع منصب وصل ليه ليه اي مصري عبر التاريخ في اتحاد السلاح الدولي المهندس عبد المالي عبد الحسين رئيس الاتحاد المصري للسلاح ونائب رئيس الاتحاد الافريقي يفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي وده في الانتخابات اللي اتعاملت من شوية في اجتماع الاتحاد الدولي للعبة الحسيني كان حقق 16 صوت من 20 رقم كبير احنا متكلم في اكتر من 75% من الاسوات وده كانت اعلى الاسوات وده المرة الاولى في تاريخ السلح زي ما قلت لحضراتكم ان حد يوصل للمنصب ده كمصري كابتر عمالة بن حسيني كان فازن برح بدوءة المكتب التنفيذي الاتحاد الدولي في الانتخابات اتعاملت في سويسرا وحضرها توماس بخ رئيس اللجنة الامبية الدولية الف من يوم مبروك لكابتر عمالة بن حسيني ده خبر يسعدنا جدا